بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين حد الزنا فحد الزنا وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر أولاً إن كان محصنا وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان فهذا يرجم حتى يموت رجلاً كان أو امرأة ثانياً وإن كان غير محصن جلد مئة جلدة وغرب عن وطنه عاماً ولا تغرب المرأة إلا بمحرم ولكن بشرط أن يقر به أربع مرات أو يشهد عليه أربعة رجال عدول يصرحون بشهادتهم أو تحمل من لا زوج لها ولا سيد أو يلاعن الزوج ولا تدافعه المرأة قال تعالى الزانية والزاني فاجردوا كل واحد منهما مئة جلدة الآية وعن عبادة بن الصامت مرفوعاً خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مئة والرجم رواه مسلم وآخر الأمرين الاقتصار على رجم المحصن كما في قصة ماعز والغامدية التدابير الواقية بإذن الله من الوقوع في جريمة الزنا أولاً تقوى الله والدعاء قال تعالى وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وقال صلى الله عليه وسلم إنك لن تدع شيئاً لله إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه أخرجه أحمد ثانياً المبادرة بالزواج فإن لم يستطع فعليه بالصوم ثالثاً الأمر بغض البصر والبعد عن مواطن تواجد النساء كالأسواق رابعاً أمر النساء بالحجاب وعدم لين الكلام معهن أو الخلوة أو مصافحة النساء خامساً قراءة سورة وقصة يوسف عليه السلام سادساً صحبة الصالحين سابعاً كما تدين تدان فالزنادين فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر